اشتركوا في القناة وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره كتاب بحار الأنوار الجزء رقم 73 الآداب والسنن الباب رقم 50 من آداب السفر آداب السير بعض هذه الأحاديث الموجودة في هذا الباب مشتركة يعني استذني الأحاديث اللي أقراها عليكم هي عن أئمتنا عليهم الصلاة والسلام من طرقنا لكن موجودة من طرق العامة في كتبهم أيضا موجودة عندنا وموجودة عند القوم أيضا الباب رقم 50 الحديث الأول عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر صلوات الله عليه قال إن قوما مشات يمشون أدركهم النبي صلى الله عليه وآله في بعض أحاديث الجماعة أنه في غزوة من الغزوات كان هذا وهنا ما موجود بس عندهم فشكوا إليه شدة الماشي الشدة اللي تنزل بهم من المشي التعب فقال له مستعينوا بالنسل خليكون مشيكم خطاه متقاربة في شرح هذا المعنى وربما نختلف مع القوم القوم في كتبهم كاتبين أنه هذا المشي السريع هذا الماشي المتقارب الخطى اللي يكون فيه سرعة مو مطلق المشي السريع مو تشبخ تفتح رجلك لا الخطى المتقاربة خطوة بصف خطوة بس فيه شوية من السرعة إذن مو مطلق السرعة اللي هم يفسروا بهذا الناحو استعينوا بالنسل امشوا مشيت نسل قربوا خطاكم الرواية الثانية قال لنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام سيروا وانسلوا فإنه أخف عليكم المشي صير خفيف إذا اتقارب الخطى الف بعض فسره بالهرول بعض القوم فسروا هذه العبارة بالهرول قال لهم هرولوا الظاهر ليس كذلك مو هالشكل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى قوما قد جهدهم المشي أجهدهم أتعبهم فقال أخببوا أنسلوا ففعلوا فذهب عنهم الإعياء الخبب شوية السرعة فيه إن سلتقارب الخطى يعني قالهم شوية يمشوا سريع بس قربوا الخطى الحديث رقم خمسة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال راح رسول الله صلى الله عليه وآله من كراع الغميم فصف له المشات المشات من العسكر صفوا له وقالوا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وآله رح يمشي منا وقالوا نتعرض لدعوته خلي النبي صلى الله عليه وآله يمشي منا يشوفنا حتى شنو يدعين نتعرض لدعوته نقولنا أسألكم الدعاة يدعين فقال صلى الله عليه وآله دعالهم اللهم أعطهم أجرهم وقوهم أعطهم القوة ثم قال لو استعنتم بالنسلان لخفف أجسامكم وقطعتم الطريق ما تشعرون بالثقل يعني تلاحظون وهذا الآن فرد مجموعة من الأطباء يشرحون هذا الحديث ويدعون إلى هذا النوع من الماشي بعنوان أنه نوع من العلاج علاج هذا ففعلوا فخفف أجسامهم بل وفي المحاسن عن أبي إسحاق المكي قال تعرضت المشات للنبي صلى الله عليه وآله بكراع الغميم ليدعوا لهم فدعا لهم وقال خيرا وقال عليكم بالنسلان والبكور وشيء من الدلج وقت الليل وقت ظلم يمشوا يطلعوا وقت الأظلم يطلعوا من وقت يطلعوا فإن الأرض تطوى بالليل إذا تأخذون جزء من الليل من الدلج من الظلم تأخذوها تطوى الأرض بالليل فلذا في الأمثال العربية عند الصباح يحمد القوم الشرى عند الصباح يحمد القوم اللي قعدوا ما سافروا يحمدون الشرى الشرى يعني الذين شاروا بالليل اللي يشيرون بالليل يقولون هم شرى الصباح يقعدون طلعت الشمس يلا قومون سافر أقول لك الجماعة طلعوا بالليل إيه وين وصلوا هسته هسته بزمان بسيطة خابروا على الموبال شفوا هنيئا لهم هنيئا لهم شارفوا على الدخول هنيئا لهم لحظت وين عند الصباح يحمد القوم السرع من يصير الصباح إيش كيف ذول دون شون ذول وصلوا وراحوا هنيئا لهم فيقول بالظلم امشوا طلعوا قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه عليكم بالبكر وإنبارة والجادة وإندارة وبالمدينة وإن جارت القسم الثاني اللي هو محل الشاهد والجاد امشي بالجواد جواد الطرق الطرق الكبيرة الطرق الأصلية الطرق العريضة امشوا بيها وإن دارت حتى لو بيها لوفات حتى لو أطول امشي بيها بجواد الطرق امشوا لتمشون بالطرق الضيق المتوعر اللي تقول هاي أقرب كذا وشي عن حمران بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يقول الناس جيبون أحاديث يحشون تطوى لنا الأرض بالليل بالليل اللي يسافر بسرعة يوصل تطوى له الأرض كيف تطوى شون تطوى مولانا قال هكذا عطف ثوب منا لهنا جهد المسافة هاذا هالشكل سويت هاذا انطوى هذول أفروض فرد نملة دتمشي هنا تريب تجي توصل إلى هنا توصل لنا هاي النملة انت ش استوي له هالشكل استوي انت طويت له تطوى هالشكل ما يحس وإذا به وصل في المكان طبعا هذا اللي بالليل يغفي ينام يعخذه النام ومشي ما يحس بالطريق الدابة المسكينة هي اللي دات تمشي وإذا ما شاء الله وصلنا وصلنا ما شاء الله وصلت ما على رجلك وصلت بركات ما سخر الله لك من هذه الدواب وصلت فعطف الإمام صلى الله عليه وبيّن له عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه رقم خمستعش قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم والتعريس على ظهر الطريق طريق اللي يروحوا يجي والناس تمشي به لا تعرسون عليه لا تنزلون معرسكم معرس يعني الخيام الخيام اللي يضربوها معرسهم بشطي فراتي المعرس يعني شنو يعني الخيام اللي نزلون فيها المسافرين يقول إياكم والتعريس على ظهر الطريق لا تسدون الطريق وبطون الأودية بالوادي بتشعبهم لتروح فإنها مدارج والسباع ومأوى الحيات الحيات وين تختل شعب الوادي تشوفي الهزواغير وتختل بيها هناك لتروح وإذا تطلع حيات تلدغ كم بعديا السباع هم بتشوف تتخبب أماكن حتى تصطاد بيشي مكانات تتخبب حتى تصطاد فلا تعرضوا نفسكم للخطار عن المفضل قال سرت مع أبي عبد الله عليه السلام الصادق صلى الله عليه إلى مكة فسرنا في بعض الأودية فقال انزلوا في هذا الموضع ولا تدخل الوادي لا تنزلوا لي جو قال فنزلنا كذا كلام الإمام ما يسمعوا بهال بادا بالطريق ما يسمعون الكلام وين يسمعون الكلام فنزلنا فما لبثنا أن أضلتنا سحاب فهطلت علينا ذبت المي حتى سال الوادي مكان اللي النازدين المطر يجمع من فوق ينزل عليهم سال الوادي فآذى من كان فيه جماعة اللي نزلوا بالوادي تأذىوا لأنه ما أخذوا من نصيحة الإمام صلى الله وسلم ودى يعلمهم الآداب آداب هذه تنفعكم نفعكم الباب رقم 51 تتم لمسألة المسافرين بس تشيع المسافر وتوديعه المسافر من يريد روح اتودع إذا ممكن تمشي ويافة كم قدم دعا أبو عبد الله عليه السلام لقوم من أصحابه مشات حجاج ذول مو من القوافل اللي يركبون من قوافل اللي نشي رايحين للحج حج الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه خمس وعشرين حجة مشة وربما مشى حافيا بعض وقات حافيا يقولك ليش تمشي لأبي عبد الله الحسن والإمام الحسن صلوات الله على المشاه الإمام الحسين مشى عشرين حجة مع أخيه الحسن عشرين حجة مشى دعا لقوم من أصحابه مشات حجاج فقال اللهم احملهم على أقدامهم في ضمن دعاء شنو قال اللهم احملهم على أقدامهم خلي أقدامهم تحملهم وسكن عروقهم لتهيج بهم العروق عروق الأمراض يعني أوصلهم بسلامة وعافية لين ذول من يمشون بالنتيجة يتعبون إذا واحد ب بعض الأمراض الساكنة باصطلاح القوم يصطلحون على ذول اللي يعدهم عصابات مختفية الخلايا النائمة أكو عروق نائمة عروق مرض نائمة بالتعب تتهيج فالإمام عليه الصلاة والسلام دعا لهم اللهم احملهم على أقدامهم وسكن عروقهم عن أبي العامل هذا التشيع من بركاته بركات أبي ذر فقام ورجعوا للمدينة وما قدروا يتحملوا في المدينة فنفوه إلى الربدة فشيعه أمير المؤمنين لما أراد الخروج وشيعه الحسن والحسين وعقيل ابن أبي طالب وعبد الله بن جعفر وعمار بن ياسر قال لهم أمير المؤمنين عليه السلام وادعوا أخاكم فإنه لابد للشاخص أن يمضي لا الظلون توقفون وكذا وشي وادعوا وخلي روح لابد أن يمشي وللمشيع يعني لابد للمشيع أن يرجع فتكلم كل رجل منهم على حياله كل واحد وقف فرد شلمتين حين شوية يأخذون من خاطرة يعني يسكنون آلامه فقال الحسين ابن علي عليهما الصلاة والسلام رحمك الله يا أبا ذر إن القوم إنما امتهنوك بالبلاء لأنك منعتهم دينك فمنعوك دنياهم فما أحوجك غدا إلى ما منعتهم وأغناك عما منعوك دينة انتهي باشر أكو بشي سوبيه فيودوها وياهم يوم القيام فقال أبو ذر رحمكم الله من أهل بيت فما لي في الدنيا من شجن فما لي في الدنيا من شجن غيركم إني إذا ذكرتكم ذكرت رسول الله أبو ذر شنو قال رحمكم الله من أهل بيت فما لي في الدنيا من شجن شجن معاني مختلفة بيها المعنى الذي يتلاء معه هذه الجملة يعني الاهتمام فما لي في الدنيا من شجن يعني هم واهتمام ما لغيركم أنتم كل همي كل همي أنتم إني إذا ذكرتكم ذكرت رسول الله صلى الله عليه وآله أنتم بالي كل ما أذكركم أشوفكم كأنه أشوف النبي صلى الله عليه وآله فهذا المعنى يتلاءم معه الشجن الاهتمام والهم همي واهتمام يعني هاي من الآداب التي فعلها أمير المؤمنين مع الحسن والحسين صلى الله عليه جميعا والباقين من الآداب اللي مارسوها لمن أراد أن يسافر شيعوه وكلموه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ودع المؤمن قال رحمكم الله وزودكم التقوى يدعو لهم بالرحمة وزودكم التقوى ووجهكم إلى كل خير الله يختح بوجوهكم كل خير قدامكم يشوفون إن شاء الله اصطلاح وقضى وقضى لكم وقضى لكم كل حاجة وسلم لكم دينكم ودنياكم وردكم سالمين إلى سالمين ترجعون أنتم سالمين إلى أهاليكم سالمين هذه من جملة الآداب للتوديع بل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه عليه السلام ودع رجلا فقال أستودع الله نفسك يعني أجعل نفسك وديعة عند الله وهي كلام مهم هذا شبيه بالمعنى الذي دعاه لزوار أبي عبد الله الحسين مزيلا أستودع الله نفسك وأمانتك ودينك وزودك زاد التقوى ووجهك الله للخير حيث توجهت وإن ما تتوجه إن شاء الله قدامك خير ثم التفت إلينا أبو عبد الله عليه السلام قال هذا وداعو رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي إذا وجهه في وجه من الوجوه من الجز مكان يقرأ لهذا الدعاء أستودع الله نفسك وأمانتك ودينك وزودك زاد التقوى ووجهك للخير حيث من ما توجهت حيث توجهت إذن هذا أيضا من الآداب آداب السفر التشيع والدعاء له يشيع ويدعو له عن الحسن بن موسى قال دخلنا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام نودعه فقال اللهم اغفر لنا ما أذنبنا وسبتنا وإياهم بالقول طبعا الأئمة عليه الصلاة والسلام أدعيتهم أمورهم بينهم وبين الله عز وجل من يحكون من كمالات أنفسهم والتواضع لله تبارك وتعالى ويرون أنفسهم مقصرين أمام الله مقابل النعم العظيم اللي الله مطيهم مقابل النعم العظيم اللي الله مطيهم يرون أنفسهم مقصرين صدق يشوفون نفسهم مقصرين أمام الله وثبتنا وإياهم بالقول الثابت في الآخرة والدنيا وعافنا وإياهم من شر ما قضيت في عبادك وبلادك في سنتنا هذه المستقبلة وعجل وعجل نصر آل محمد وعجل نصر آل محمد ووليهم صلوات الله عليهم وخزع دوهم عاجلا يعني شوفوا الإمام صلوات الله وسلام عليه ودع المسافرين ويدعو بتعجيل الفرج في ذلك في وقته قبل أن يولد الإمام صلوات الله عليه بمئة سنة تقريبا أو أكثر الباب رقم اثنين وخمسين باب آداب الرجوع عن السفر إذا واحد يرجع من السفر فهد مجموعة من الآداب من جملتها أن يأتي بشيء ولو بسيط أن يجي يدخل البيت بيديه فالشيء اللي يشوف الأولاد الأهل ويني يشوف جايب لهم فرد شيء ويا إذا سافر عن جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليه قال إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأتي أهله بما تيسر ولو بحجر فإن إبراهيم الخليل كان إذا ضاق أتى قومه وإنه ضاق ضيقة راحلهم أقرباءه فأتأ قومه فوافق منهم أزمة وإذا هم أيضا في ضيق واقعين هم في أزمة راحلهم حتى يوكفوا له وإذا هم هم نفس الشيء فرجع كما ذهب فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خرجه رملا خل بي رمض زين إرادة أن يسكن به من روح سارة حتى سارة من شوف يا جاي بفرشي فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار نزل وافتتح الصلاة الله أكبر قبل ما تجي سارة قبل ما تجي بل شنو جاي بلنا مولانا قال شنو أجاوبها خلالها الرمض خلالها الرمض راح يصلي فجاءت سارة ففتحت الخرج فوجدته مملوءا دقيقا فاعتجنت منه واختبزت ثم قالت لإبراهيم انفتل من صلاتك ستجاي من السفر هل قد لا صلي كافي تعالوا كل انفتل من صلاتك وكل فقال لها أنا لك هذا أنا رأي تقول شي ما كو بالبيت يعني يقول من رجعت ما جبت شي أنا لك هذا قالت من الدقيق الذي في الخرج هذا اللي انت جبت فرفع رأسه إلى السماء وقال أشهد أنك الخليل المحب انت اللي ما تخجلن انت لتحفظ من وجهن انت يأتي بقية الكلام وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر